تخيل معي يجي عندك ولدك اللي عنده ثلاث سنين ويقول لك توحش والدية ومكرهت نمشي نشوفهم عشنه ممكن يقدر يوقع لك ويزيد يصدمك كتر ويقول لك انه كان عيش مع والديه الحقيقيين سنة 1950 وانت يلا هو والده في 2012 كده الليها ويزيد يصدك كتر ويخرج لك العقل من يقول لك تفاصيل دقيقة جدا على اسمية باه واسمية أمه واسمية أخوته واسمية البلاسة اللي كان عايش معاهم فيها سنة 1950 والخاطر في هذا الشي كامل انك مني غادي تنط تبحث غادي تلقى ان كلام ولدك صحيح 100% مزيد مناقص مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات هاشتاك ساميع معاكم سوفيان ساميع عقلتوا على الحلقة هذه اللي كنا تكلمنا فيها على الطيار جيمس اللي مات في الحملة العالمية الثانية ومن بعد 40 عام بان واحد دبي صغير اللي قال لهم انه هو هالطيار جيمس اللي مات في الحرب العالمية الثانية هات الحلقة اللي غاين هنطرعوا اليه اليوم هي اخطر بعشرات المرات من هات الحلقة هادي وشي حاجة اللي ما تدخلش للعقل نهائيا الطفل اللي كنتكلموا عليه اليوم هو الطفل كاميرون اللي تزاد في سنة 2012 باسكوتلاندا وفي سنة 2015 منيولت عنده كل سنين مشا عنده امو وهو يقول لها انه توحش امو بابا وخوته اللي كان عيش معاهم في سنة 1950 من طبيعة الحال اي ام غايجي عنده ولدها اللي عنده تلسنين وغايقول لها هات الحلقة هاتي ما غاداش تيقو نهائيا وغادقول لها الدري بقي صغير وخلق هات القصة من راسه ولكن مع مرور الوقت الطفل كاميرون غادي يصدعمه بزاف على هات القصة ويبقى ديما يعود لها وفي كل خطرة يقول لها تفاصيل جديدة على حياته وعلى والديه اللي كان عيش معاهم في سنة 1950 فالام دياله ما بقى تفهمه وواله ودخلها الشك كتر من يقول لها ولدها اللي عنده تلسنين ان هورا كان عيش مع واحد العائلة في واحد الجزيرة وهذيك الجزيرة اسميتها جزيرة بارا ومن قلبت مو على اسم ديالها الجزيرة لقعتها بالصح كينا على الخريطة فهنا الام ديال قاميرون صدمت ديال بالصح كيفاش دري صغير عنده تلسنين عرف هاد الجزيرة وعرفها فين كينا بالضبط واللي غادي يزيد اصدم والديه اكتر انه غادي يزيد يعطيهم تفاصيل واحدة اخرى على اخوته وباه والديه اللي كان عيش معاهم في واحد ضاع في هاد الجزيرة هاتي وغادي يقول لهم ان الدار اللي كان عيش فيها هي دار بيضة وعلى جنب البحر وكان كيخرج واخوته كيلعبوا احد البحر وكانوا مربين واحد الكلب للون دياله فيه الكحل والبيض زائد انه عطاهم معلومات واحدة اخرى على الاب دياله وقال لهم ان الاب دياله را كان دار كسيدة بالطنوبيل ومات وعقلوا ليم زيان على هالتفاصيل اللي اذكرها ليهم كاميرون لحقاش مني غادي يكبر الموضوع وغادي يحقوا فيه غايلقاوا شي حقائق اللي هي صادمة وصادمة جدا ومني سولوه على البحر اللي قال ليهم مات بكسيدة في الطنوبيل قالوا ليه اشنو سميتو قال ليهم كان سميتو شين أبا برسون ولكن الموضوع غادي ينفاجر وغادي يكبر ديال بالصح مني واحد النهار الأسادة ديال كاميرون غادي تعيط الوالي ديه وغادي تقول لهم ان كاميرون راه كيقول دراري صحابه في القسم شي هادرة اللي هي خاطيرة جدا اكبر من السن دياله القاتو كيقول لصحابه في القسم ان الموت ماشي شي حاجة خيبة ولا شي حاجة صعيبة وانما الموت شي حاجة زوينة وزوينة بزاف وماشي شي حاجة خيبة كما كتخيلوها وما خاصكمش بقاوا تخافوا من الموت مع العلم ان هاد الهدرة هادي ميمكنش يقولها شي واحد في السن دياله ميمكنش درع عنده تلت سنين يقول هاد الهدرة داك شي علاش الأسادة علمات المسؤولين ديال المدراسة وعيطت الوالي ديه فهنا المسؤولين على المدراسة والأسادة ديال كاميرون نصحو الأم ديال كاميرون انها ادي ولدها عند شي طبيب مختص في علم النفس باش يشوف الحالة دياله ودك الشي اللي وقعها الأم دياله وازات ولدها وداته عنده حط طبيبة مختصة في علم النفس فالطبيبة ريحت مع الطفل كاميرون وبداتك تسول فيه واخداته على قد عقله واخداته على قد دك الشي اللي كيقول فيه سولاته وقالت له وانتدب كيف شجيتي من سنة 1950 ل2015 قال لها أنا واحد نهار كنت اللعب وأنا نطيح في واحد الحفرة وهذيك الحفرة مضل مبزيف ومني فقط لقيت راسي أعيش مع هاد العائلة فالطبيبة قالت لوالديه وخصوصا للأم دياله ان ولدكم هو طفل عادي جدا وان اي طفل في السن دياله ممكن يجيوه بحال هاد التخيلات وهاد القصص اللي قدروا يدوروا ليه فراسه وقالت لهم انكم خسكم تتعاملوا معه بشكل عادي وتحسوه بالأمان وتحسوه بالجانب ديال الأبوة وديال الأم وتبقاوا دائما قرار ليه فالأم ديال كاميرون دخلها الشكل ديال بالصح خصوصا انها مني شافت ولدها كيتجاوب مع الطبيبة بشكل سريع يعني اي سؤال كييجاوب عليه بشكل مباشر وما كيبقاش يتسنى ولا يفكر اشنو يقول يعني كانت اجاوب بشكل مباشر وسريع وما كيفكرش في الجواب دياله يعني كو كان الطفل كيكدب ولا كيتخيل كما قالت الطبيبة غاديكون كيتعطل شوية في الإجابة دياله واحد تانية ولجو الشواني باش كييجاوبها باش كيفكر ولكن كاميرون كان مع السؤال ديال الطبيبة مع الجواب دياله جوابه على لسانه فمن انتشر الخبر ديال القصة طفل كاميرون ونقلتها مجموعة من وسائل الإعلام وصلت الخبار لعند واحد العالم مختص في علم النفس واللي كيآمن بالعالم الموازي والحياة الموازية وجاك يجري تلد ضعف نساكن كاميرون وجا عند والديه بغا باش يكشف على الحالة دياله وقلص الطبيب النفسي وبدك يسول في الطفل كاميرون وغاديلاحظ نفس الملاحظة للاحظتها لأم دياله ان كاميرون ما كيفكرش كيجو بشكل مباشر فهناها الطبيب هذا اقترح على والدين كاميرون انهم يزوا معهم الطفل ويمشيوا الجزيرة تبارة باش يشوفوا هاد الجزيرة هادي ويتأكدوا من كلامه واش بالصح كينا شي دار تم كيما وصف عليهم كاميرون واش بالصح مات شي أب تم بكسيدة واسميته شين روبرسون كيما قال لهم ولا لا ولكن الصدمة الكبيرة اللي ما كانوش كيتوقعوها لا الوالدين ولا الطبيب اللي معاهم في الدار كاميرون بنسمعهم كي يحضروا وقال لهم الطبيب انه غا مشيو نسافو الجزيرة تبارة بسرعة تفاعل معاهم الطفل كاميرون وقال لهم انه خاصنا ناخدو طائرة خاصة اللي كتنزل في الماء لحقاش جزيرة تبارة ما في هاش ماطار اللي كتنزل فيه الطائرات خاصنا طيارة اللي كتنزل في الماء ولاخصنا مشوه بالسيارات ومنين نقربوا الجزيرة ناخدوا باطو باش ندخلوا للجزيرة ومنين جاء الطبيب واليدي بحثوا فاتشي اللي قال لهم كاميرون لقاوا كنامو صحيح ديال بالصح انه فعلا الجزيرة بفيها شماطار وثانيا كينين طائرة خاصة اللي كيدخلوا للجزيرة اللي كينزلوا علمة ولي بغاوا يوصلوا للجزيرة ببلما ياخدوا الطيارة خصوم يمشوا بالسيارات ديالهم كما قال لهم كاميرون بالضبط وقعوا في الاخير انهم يمشيوا بالسيارات ديالهم ويديوا معهم طفل كاميرون عادي ياخدوا باطو ويدخلوا للجزيرة بارا فمنين وصلوا للجزيرة ومعهم كاميرون لقاوا انه داخل واحد شوية ومنبقاش عاقل على فين كين الضار اللي كان ساكن فيها هو العائلة اللي قال لهم في سنة 1950 وبقاوا كيقلبوا في الجزيرة حتى يلقوا واحد المركز خاص بالتورات والاشيف ديال الجزيرة هم يدخلوا ليه وقالوا لعله عاسى منقدروا لقاعوا العنوان ديال هادار اللي كيعود عليها الدريس غير منيندخلوا لهذا المركز سؤولوا المسؤولين على الهدار اللي قال لهم كاميرون فهنا كانت الصدمة والصدمة الكبيرة المسؤول على المركز قال لهم بصح انه قاعد ديور اللي كينين في جنب البحر ديال هاد الجزيرة هادي اللون ديالهم بيض وبهات الشكل اللي وصفوا لهم كاميرون وزاد اصدمهم كتر المسؤول ديال هاد المركز هذا اللي خاص بالارشيف والتورات ان الجزيرة كان عيش فيها واحد رجل لأب اسره في سنة 1950 واللي كان سميته روبرسون واللي كان عيش هو واحد العائلة دياله في جنب البحر ويتقريبا نفس السمية اللي قال لهم كاميرون مع اختلاف بصيد جدا في السمية ديال الاب ديال هاد الأسرة هادي اللي كانت عيشة في الجزيرة واللي كيقول كاميرون انه وبه قال لهم المسؤول على هذا المركز ان الاب كان سميته جين روبرسون اما كاميرون كان قال لهم سميته شين روبرسون يعني اختلاف بصيد جدا في السمية وهنا زاد اصدمهم ديال بالصح وزادوا تفاجئوا وما كانواش متوقعين انهم غيروصلوا لهاد المعلومات اللي قال لهم طفل وعندو ثلث سنين وزاد المسؤول ديال هاد المركز هذا مشاور راهم الدار ديال عائلة روبرسون فين كانوا عايشين ومنه مشاور الدار لقاوا نفس الشكل ونفس التفاصيل اللي كان كيعود لهم كاميرون على الدار اللي كان عايش فيها اما نقطة الاختلاف الثانية هي ان الاب روبرسون مات موتى طبيعية كما اكدوا لهم المسؤولين على المركز عكس ما قال لهم كاميرون انه در حادثة تسير بالسيارة دياله ومات بسبب كسيدة وحسب الوطائق اللي تنشر على كاميرون واللي مشوا معاه وصوروا معاه هاد الشيء كي اكدوا ان كاميرون من يوصل الدار بنت عليه علامات تأثر وانه بدك يسترجع الذكريات دياله مع أخوته اللي عاشوا معاه في هاد دار فهنا الطبيب ولا الاسرة ديال كاميرون بقات ليهم خطوة وحدة هي انهم يمشوا يقلبوا على أولاد دياله السيد هذا اللي اسمته رابيرسون واللي يقول كاميرون انهم اخوته خصوهم يمشوا يشوفوا ولا دوش بقين عايشين ولا لا ويشوفوا فين هما يقدروا يلقاو عندهم شي معلومة اللي تقدر تفيدهم فهالتحقيق اللي غادين فيه فمن مقاوك يقلبوك يبحثو ويلقاو اختو اللي كانت عايشة معاه في سنة 1950 وهي واحدة من بنات رابيرسون اللي كانوا عايشين في هذه الجزيرة لقاوها عايشة خارج من الجزيرة وعايشة وسط اسكوتلندا فمن يوصلوا عندها لقاوها هي ولاة مره كبيرة في السن وغاد تصدمهم ديال بصح من الهضرة اللي غاد تقول ليهم قالت ليهم بالحرف ان الهضرة ديال الطفل كاميرون كاملة تقريبا حقيقية وببدا تكتوفيهم في الصور ديال والديها واخوتها فاش كانوا صغار وكانوا عايشين في الجزيرة بارة وزادت صدماتهم كتر من وراتهم تصويرا ديال الكلب اللي كانوا مربين اللي اللون دياله بالبيض والكحل كما وصفوا ليهم كاميرون بالضبط ولكن الغريب والخطاع في هاتشي كامل انه كاميرون من يوصل للسن خمس سنين انساه هاتشي كامل نهائيا وما بقاش كيهضر عليه وما بقاش عاقل عليه بالمرة هذه هي باختصار قصة الطفل كاميرون لخلقة واحد طجة سنة 2015 إلى هات الموضوع عددتكم بزاف في راسكم وبغيتون نزيد ونبحثون بقشو على الحياة الموازية وللعالم الموازي واشكين في الحقيقة ولا مكينش ولا غير كذوب واشكين اشي آية قرآنية كتتكلم على العالم الموازي ولله خلوا النار رأيكم في التعليقات بعد ذلك نوصل معاكم ختام حصة اليوم من هاشتاك ساميع إلي عجبكم هات المحتوى هذا زيدوا شجعون أكتر بلي باختاج بلي كومونتار بلي طاق بس نوصله الأكبر عدد ممكن من ناس باش عم الفائدة كما كنقوله دائما ونخلقوا التوازن مع عالم التفاهة اللي رائج عندنا في مواقع التواصل الشماعي والجديد دائما غتلقوا على القناة دينا على موقع يوتيوب زيدوا شجعون أكتر باش نوصلوا في أقرب وقت لمياتكا هذه تحيات سوفيان ساميع السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة